سقطت نظرية داروين التي تدعي ان الانسان اصله قرد هكذا قرر فريق للعلماء يتألف من اكثر من جامعة امريكية فقد كشفوا عن اقدم اثر معروف للبشر وهو هيكل عظمي في اثيوبيا كان اقرب لهيئة الانسان ويتجول في الارض قبل اربعة ملايين واربعمائة الف سنة اطلق عليه ثم اردي وعرضوه ليبطلوا به النظرية القائلة بان اصل الانسان قرد وبهذا الهيكل تعرف الباحثون على معلومات تتعارض مع تلك التي استقاها العلماء في السبعينات من هيكل لوسي الشهير فاردي اقدم من لوسي بمليون سنة اذا سألت اي شخص في الشارع الان عن تصوره لشكل اجدادنا فسيقول لك ربما يشبهون لوسي واذا سألت احدا قبل هذه الايام فسيقول لك يشبهون الشامبانزي ان الهيكل الذي بين ايديكم الان يثبت علميا ان تصورات السابقة غير صحيحة بتاتا ويعتقد العلماء ان هذا الكشف هو اوضح دليل نعرفه حتى الان يثبت انه لا صلة بين اصول الانسان واصول القرد حيث كان يمشي هذا الهيكل على قدميه كالانسان وليس كالقرد بامكاننا ان نرى ونظرا لقدم هذا المخلوق انه تطور بمواصفات خاصة تشير الى انه من شجرة عائلتنا وانه ليس من شجرة عائلة الشامبانزي اردي هو اكثر الهياكل العظمية التي عثر عليها اكتمالا بين العينات حتى الان وقد عثر عليه عام اربعة وتسعين في صحراء عفر الاسيوبية بموقع ليس بعيدا عن الموقع الذي عثر فيه على الهيكل اللوسي عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين ويتوقع ان يمثل هذا الكشف ضربة جديدة لنظرية داروين التي ظلت مسيرة للجدل منذ القرن التاسع عشر اشتركوا في القناة